تصاعد حد في عدد الإصابات بفيروس كورونا تشهده الضفة الغربية في الآوينة الأخيرة بعد أن بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية حوالي 20% خلال آخر 24 ساعة ومن بينها أكثر من 300 إصابة بالطفرة البريطانية موزعة على مختلف محافظات الضفة هناك نسبة عالية من هذه الإصابات مصابة بالطفرة البريطانية وطفرة الجنوب الأفريقية لغاية الآن هناك أيضا زيادة في نسبة الإشغال في مراكز علاج كوفيد-19 وبالتالي هناك إصابات في فئات عمرية أصغر والعديد من هذه الإصابات يتطلب إدخال إلى المستشفيات بحسب الجهات المختصة فإن نسبة الإشغال في المشاف الفلسطينية هي الأعلى منذ بدء جائحة كورونا وقد بلغت حوالي 80% في الضفة الغربية الأمر الذي قد يقود إلى فرض إغلاق شامل بحسب توصيات وزارة الصحة الفلسطينية الإشارات كلها بتدل على أن هناك تجديدات ستتم من خلال الإجراءات القادمة في الحكومة الفلسطينية لأن الأعداد عم تتزايد والإشكال الأكبر هو أن نسبة الإشغال أيضا في المشافي والمصحات عم تتزايد ونسبة الناس اللي تحت أجهزة التنفس بتزيد يعني إحنا الصبح كنا نحكي على 58-48% نسبة الناس اللي موجودين تحت أجهزة التنفس قبل شوي يعني التقارير اللي وصلتني بتحكي أنه 50% أكثر من 1300 إصابة أصبحت تسجل يوميا في الضفة الغربية في الآوينة الأخيرة وهو ما يدعو لأخذ مزيد من تدابير الوقاية والالتزام بحسب ما تؤكد الصحة الفلسطينية رغم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت نحو 92% إلا أن دخول طفرات الفيروس الجديدة للضفة الغربية باتت تنذر بمخاوفة جديدة خاصة في ظل نقص اللقاح المطلوب لمكافحة المرض نهاد حجازي المملكة رام الله